موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدينا ومساء يديدي جمعنا معاكم حلقة يديدة من برنامجكم كيف الصحة مساء الخير دكتورة سحر مساء الخير دكتور يوسف مساء الخير مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج كيف الصحة شو رح يكون موضوعا عن اليوم دكتور يوسف اليوم الموضوع عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والأمراض البطنية طبعا هذا الموضوع بهم تقريبا كل المجتمع لأنه بكل بيت فيه كل يوم بطني عم تجعني الكولون أو هيدا الاشياء اللي بتصير معانا بشكل يومي طبعا جميع الفئات العمرية تهتم بالموضوع هذا الأمراض البطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد أكيد طيب دكتور يوسف رح نطلع تقرير عن السيدلية رح نناقش فيه أكثر الأدوية اللي بيستعملها المرضى وبيتلبوها كل يوم دكتور أنا دايما عندي مشكلة في المعدة ثم المعدة بحيث دايما في ألم هناك عدد من الاضطرابات الشائعة يمكن أن تسبب الأمراض في الجهاز الهضمي وأسبابها كثيرة فالمشكلات الصحية التي يتعرض لها الإنسان ربما ليست بسبب الأكل بل بسبب طريقة الأكل أو الممارسات والنمط الخاطئ بحياتنا اليومية فبزيارة سريعة للصيدلية المتواجدة في مستشفى السيف وبحوار سريع مع الدكتور الصيدلاني تعرفنا على أكثر الأدوية التي يسعى المريض لطلبها رح أحب فيكم أول شيء بصيدلية مستشفى السيف بناء على الأسئلة التي تتوجه لأنها على العلاجات بالنسبة للجهاز الهضمي طبعا أشهر شيء وأكثر شيء متعارف عليه بجهاز الجهاز الهضمي هو التغليف المعدة أكثر المرضى بيستخدموا التغليف المعدة إن كان المريض اللي بيستخدم علاجات كثيرة بقى هالشي بيطلب منه شيء يحمل المعدة عشان المعدة ما تتأذى أو في مرضى خاصين بيكون عندهم أصلا مشكلة مع المعدة بقى معدتهم عندها قرحة عندها حموضة زايدة عندها مشاكل بقى هالشي بيساعدهم عشان يكون أريح للمعدة عندهم طبعا معروفين أدوية المعدة من دون ما نسمي شيء من دون ما نعطي أسماء فيه أدوية كثير الأدوية العلاجات التانية اللي هي بتصاحب هالمشاكل هي أكتر شيء الامساك الامساك طبعا فيه أنواع كتير من الملينات بيجي شرابات حبوب أو حتى ظروف حل بالمي أو حتى ممكن يلجأ الواحد لتحاميل أو شيء حسب درجة الامساك أو حسب استجابة المريض للعلاج اللي عبي ياخده طبعا فيه علاجات تانية أو أمراض تانية اللي هي مثلا الكولون العصبي بيكون إلى علاجات خاصة طبعا أغلبيتها أمراض الكولون العصبي بتكون علاجات خاصة لازم تلتزم بوصفة معينة من طبيب لأنه بتكون أدوية بيلزمة وصفة لحتى تنصرف فهل المعيدة بيت الداء والحمية رأس الدواء؟ سوف نتعرف على ذلك وأكثر بلقاء حلقة اليوم مع الدكتور ضيف كيف الصحة حلقة جديدة بتزمعنا فيكم مشاهدينا الكرام وضيفنا اليوم الدكتور عبدالله الناصر اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والأمراض البطنية أهلا وسهلا فيك دكتور عبدالله أهلا وسهلا فيك خير الحمد لله مساء الخير دكتور عبدالله وحياك معنا بحلقتنا اليوم دكتور عبدالله خلينا نبدأ بأكبر سؤال يمكن اللي هو شو أهمية الكبد بالنسبة لجسم الإنسان؟ بالنسبة للكبد الله خلقها لنا عشان تساعدنا في عدة وظايف أهم وظيفة للكبد هي طبعا تنظف لنا جسمنا من جميع السموم اللي ناكلها يعني مثلا أكلنا أكل أثناء عملية الأيض ضمانة الأكل يطلع بعض السموم تكون في الدم والجسم ينظفها في بعض أيضا الوظائف الثانية للكبد مثل أفراز عصارة المرارة عصارة المرارة مهمة جدا عشان نقدر نهضم الدهون اللي تكون في الأكل فيه طبعا وظائف ثانية بالنسبة للكبد أيضا أفراز البروتينات تنظيم السكر ومنها أشياء ثانية طبعا مهمة نعم شنو أهم الأمراض اللي تعرض للكبد؟ بالنسبة لأمراض الكبد في عدة أمراض مثل أي عضو ثاني في جسم الإنسان مثل أمراض وراثية في بعض الأمراض التهابات فيروسية في بعض الأمراض الميتابوليك مثل نسميها الهومو كروماتوسز في أمراض ثانية الإنسان وهو نفسه يسبب المرض مثل الكحوليات سبب تليفات في الكبد أو أمراض تؤدي إلى إزالة الكبد أو موت الكبد بمعنى أصح جين دكتور هل أعراض هذه تظهر بسرعة أو لا؟ طبعاً كل مرض حسب نوعه يسبب الأعراض مالتا يعني فرضاً إذا في مرض يسبب تليف الكبد هذه الأعراض تظهر على فترات طويلة بسبب تليف مثل أن الجسم يصير لونه أصفر تجمع سوائل في منطقة الرجل أو في البطن الحكة في الجسم في شيء سميه غيبوبة الكبد مثل فقدان الذاكرة أما بعض الأمراض الثانية مثل الأمراض التهابات السريعة مثل التهابات الكبد الوبائية هذه تكون أعراضها أسرع نعم هون رح نتوقف عشان نوضح للمشاهدين لما نقول أنواع أمراض الكبد الوبائي نبدأ نقول A, B, C, D فيه أشياء بتخوفنا وفيه أشياء منقول عادة أو يمكن بتروح نعم ياري تتوضح لنا الفرق الأساسي بينهن بالنسبة لأن التهاب الكبد الوبائي A و D هذه أمراض التهاب مؤقتة يعني تحوش الكبد تسبب التهاب مؤقت ومع الوقت مثل الفلونزا شون يحوش المريض سبب التور سبب هذا انتقال تنتقل عن طريق الأكل أو الشر نعم يعني A و D لا يخوف نعم هذه مؤقتة تسبب آلام وصفرار في الجسم ممكن بإسهال أو ترجيع لكن في بعض الحالات النادرة جدا ممكن تؤدي إلى فشل في الكبد نعم يعني من المطاعم لو رحنا وحاسنا التهاب أذكر فيه مطعم بأمريكا كبير وسكره بسبب التهاب A التهاب فيروس A الكبد الوبائي قالوا أنه أورال فيكل يعني من تكرم من البراز عن طريق الأكل ينتقل طبعا طبعا أهم شيء الإنسان يحرص على مصدر الأكل يعني نشوف أين الأكل هذا المكان نظيف اللي يأكل فيه وطبعا قم يأكل يكون يغسل أدينا يحرص أن كل شيء نظيف خاصة للمسافر أو مطاعم الشيء اللي تكون ليس جاهزة في البيت يعني نعم فإذا نقلت الإسفرار وتقريبا مثل عوارض الفلو طبعا والألم في البطن والألم في البطن منشك بالA أو D بالضب أما بالنسبة الدم لن نقدر نفرق أو طبعا في أغلب الحالات هذه A أو D المريض يعني راح يكون ضائر حق الدكتور أنه كان صار يصير لونه أصفر آه شكرا فهذه الحالات سهلة طبعا كتشخيصها نعم في تحاليل الدم أو تحاليل البراز نقدر نطلع هذه الفيروسات أما بالنسبة حق بي أو سي العكس تماما البي أو سي هذه أمراض مزمنة تسبب التهاب في الكبد على فترات زمنية طويلة مع الوقت تسبب تليف في الكبد نعم بعد ما يحصل التليف يعني الكبد الله لما خلقها شنها اسفنجة غطعة اسفنجة بس مع الوقت تتبدل وصير تتليف صير شنها اسخرة نعم فبعد ما تتليف الكبد تظهر العوارض هذه اللي هي مثل ما اللي احنا ذكرناها اللي هي تجمع السوائل الغيبوبة الأصفرار في الجسم نعم كيفية انتقال الفيروس بي أو سي بالنسبة حق الفيروس بي أو سي ينتقل عن طريق سوائل الجسم مثل الدم أو طريق الجماعة نعم فهذه أغلب طرق انتقال الفيروس بي أو سي شن أكثرها دكتور انتشارا آسف عن المقاطعة أكثر الهبتايتس انتشارا طبعا الهبتايتس بي أو سي يعتمد على المنطقة اللي أنت تكون فيها نعم عرفت شنون يعني فرضا في فترة من الفترات الزمنية عندنا في الوطن العربي كانت تطعيم في الماضي ما كانوا يشيكون يعني كانت الإبرة تنتقل من إنسان من شخص إلى شخص من شخص إلى شخص فكان هذا سبب انتقال الهبتايتس سي فهذا كانت في الفترات الماضية وأيضا المكان المرضى يحتاجون إلى نقل دم كانت الفحوصات في فترة قبل التسعينات ما كانوا يشيكون على الفيروسات هذه لأنه ما كانوا يدرون أنها متواجدة فكانت هذه هي أغلب انتقال الفيروسات أما حين حاليا مع الفحوصات المستمرة مع تشيك على الدم بالنسبة حق المتبرع وأيضا حق المريض نفسه هذه نسبة انتقال هذه الأمراض قلت جدا خاصة بي أن سي حسنا حسنا حقا بين البي والسي لأن هؤلاء ما بيروقوا يعني تقريبا تقريبا و سيأدوا لتلايف الكبد صح؟ صح ولكن أنا أقاطع في هذا الحين حاليا الحمد لله في الفترات الأخيرة بالنسبة حق الفيروس لقوال العلاج نسبة العلاج والكيور ريت الكيور اللي هو علاج نهائيا من الفيروس سي توصل تقريبا تسعة تسعين بالمئة في الماضي طيب هي عدة عدة أدوية أوكي يعني وايد الحين صار في الماضي كان الهدف من علاج الهبتايتس بي أن سي إنه نقلل تكاثر الفيروس لأن كل ما يتكاثر الفيروس يسبب تلف في الخلايا الكبد ويدي إلى تليف الكبد فالحالة يحدث من أسوأ إلى أسوأ ولكن حاليا الآن توصل العلم أنه في علاج حق الفيروس سي يؤدي إلى كيور أبتو 99% خلال فترة فترة خلال أسابيع معلم جديدي نعم أشهر أسابيع الأشهر متوفر هذا العلاج عنه في الكويت متوفر في الكويت في جميع أنحاء العالم للأسف الآن الهبتايتس بي لا الآن العلاج متوفر إنه بس ينزل أو يسبب خمول في الفيروس إنه ما يتكاثر يعني البطء النمو أو تسرع هل فيه نوع من أنواع الهبتايتس دكتور مرتبط مع مرض الأيدز أو أي حق الناس اللي عندهم أيدز طبعا أنتما تعرف طريقة انتقال مرض الأيدز هو عن طريق سواء الجسم نفس الشيء سواء بالإبر أو الجماع وهذه الطرق انتقال الهبتايتس نفسه في بعض المرضى يكون فيهم الأيدز ويكون مصاحب معه يكون سواء هبتايتس بي أو سي أو حتى في أسوأ الحالات أثنين وما بعض نعم بس أنه ما يكون الأيدز هو يسبب يسبب المرض هذا بس يكون مصاحب بسبب الأمراض هذه دكتور أكثر المشاكل الصحية يتعرض لها الإنسان ليست بسبب الأكل بس الطريقة الخاطئة للأكل المعدة هي بيت الداء فقل لنا ما نسوي عشان مشاكل المعدة طبعاً أهم شيء حق المعدة إن الواحد يتشوف أكله دائماً أنا أقول حق مرضاي إنه نمط الحياء هو أهم شيء نمط الحياة يعني الأكل نفسه طريقة الممارسة حياتك أنت هلا هي كلها مطاعم من الصبح ليب الليل كلها مطاعم من ريوق تروح الدوام تطلب منه المطاعم الغداء نفس الشيء والعيشة نفس الشيء طبعاً الآن الناس غيرها العادات العادات السيئة الثانية لها مثل التدخين أو للأسف لمجتمعنا الآن الكحوليات أيضاً قاعد تنتشر نعم ولا ننسى بعد أنه الكسر إنه ما حد قاعد يمارس الرياضة أعذارنا للأسف موجودة حق كل مريضي يقول والله دكتور أنا ما عندي وقتا وأنا ما ليخلق لكن ها كلها أعذار وهو ينسى المشكلة الرئيسية إنه علاجة بإيده طيب دكتور أكيد يمر لك مأرضة يومياً معهن سونار ومبين بالسونار إنه في تضخم بالكبد شو أبرز ليش بخاف بس أقول كلمة تضخم بالكبد فكيف بتشرح لني إيها أغلب المرضى اللي يونينا مع تضخم الكبد هذي تكون بسبة ما نسميه فاتي لبر اللي هو تشحم الكبد صح تشحم الكبد اللي هو ترسب الدهون في الكبد الله لما خلقنا الكبد المفوض الكبد لا يكون فيه دهون نهائياً ولكن لما يبدأ الدهن يترسى في جميع أنحاء الجسم يعني بسبب زيادة بالضبط بسبب زيادة الوزن والعادات الصحية الخاطئة ولما ينزل الوزن تتعدى الحالة طبعاً في شيء الناس ما تعرف أنه تشحم الكبد مع الوقت المستمر يؤدي إلى التهاب الكبد وأيضاً يؤدي إلى تليف الكبد كان في الماضي أكثر سبب لزراعة الكبد بعد فشلها طبعاً كان الالتهاب الفيروسات حالياً أكثر سبب لزراعة الكبد وهو الفاتي ليفر أو تشحم الكبد نعم 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 دكتور نعود إلى المعدة مرة ثانية وتوصل لك يمكن شكاوي يومية أمساك حارج غازات ما هو أسبابها دكتور؟ طبعاً مثل ما قلنا وتذكرتها المعدة بيت الدار هو الأكل 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 هو أهم شيء طبعاً إن الإنسان كان أكله خالي من الألياف وما يشرب سواء الوايد يؤدي إلى الأمساك بالنسبة لعادات الخاطئة الثانية اللي هي مثل التدخين أو الشرب القهوة بكثرة أو الشاي الفلفل أو الحمضيات والنشويات والدهون هذه كلها تؤدي إلى صعوبة وعسر في الهضم تؤدي إلى الحارج انتفاخات في البطن والقولون نعم على سيرة انتفاخ الكولون كتير من لاحظ المرضى بأخذ المساهلات اللي هي موجودة بالصدرات بشكل موفر للكل تقريباً من الصغال للكبار هل أنت بتنصح فيها كتير أو الله؟ طبعاً أنا ما أنصح بالدواء إلا إذا المريض احتاجه كبداية دائماً ننصح المريض أنه يغير حياته يعني يشوف شنو أكله يعدل يضيف فيه الألياف يضيف فيه سوائل يشرب ماء بكثرة للأسف عندنا في مجتمعنا خاصة البنات ما يشربون السوائل ليش؟ لأنه ما يريدون الحمام ليش بس البنات؟ والله هذا اللي أنا شايفة صراحةً يا أغلب الحالات اللي تينا على فتشلان ما يعني ما كشي على البنات أو أني أدافع عن ريايل بس أن هذا اللي حاصل لأسف في المجتمع يعني عشان أننا ما تروح حماما ولا أنا ما هادش في المكان ولا هذا فطبعاً فلما يكون الجسم ناشف وظيفة القولون أنه يمتص السوائل فبالتالي يكون البراز جداً ناشف لما يطلع وما يؤدي للأمساق نعم دكتور بعد ذكتر عين مشاهيين أفاصل ونرجع ونكمل مشاكل للمعدة بعد الفاصل راجعين معكم مشاهدينا الكرام مع الدكتور عبدالله الناصر دكتور شو أكتر المرضى بيجول عندك شو يشتكوا أكتر فيه طبعاً أغلب فئة المرضى التي تيلي في العيادة هي فئتين صراحة نعم هي فئة القولون العصبي فئة ارتجاع المريء أو الحارج فبالنسبة حق القولون العصبي مرضى القولون العصبي أغلب المرضى اللي يتكلمون عن انتفاخات في المعدة التخمة يتكلمون عن الإمساك أو الإسهال يعني فجأة يومين إمساك بعدها يومين إسهال فالمريض يستغربوا وعبال أن هذا شيء غريب أغلبهم أن الانتفاخات مؤذيتهم في حياتهم لا يقدر يدامهم ولا يقدر يروح ولا يهي ونفس الشيء إذا محاضرة أحد يقعد في محاضرة أو قاعد بالدوانية يشتك من بطنها على طول فهذه هي أعراض القولون العصبي فباختصار القولون العصبي أن آلام في البطن تصاحب تغير في الخروج وأيضاً شكل الخروج يعني بعض المرضى يقول الله دكتور أنا مثلاً كان خروجي جداً ناشف فجأة صار سائل أو شكله صار غير تغير عليه هذه كلها أعراض القولون العصبي هناك أعراض ثانية تحوش المريض وهم يدري أنه يهي هذا القولون العصبي مثال أنه يحس أنه دائماً شيء قاعد على تبدأ أو مثلاً حاس دائماً متوتر وما يدري أنه هذا بس بسبة القولون العصبي طيب فيه علاجات يعني عنجات فيه قولون عصبي بالضبط هو مرض أول الناس عبالها أن هذا لا المريض هو قاعد يألف بس لا هذا بالعكس هو مرض القولون يكون حساس زيادة عن اللازم حق عدة مؤثرات أنه سواء مؤثرات خارجية مثل السترس أو توتر مؤثرات خارجية مثل الجو يتغير الجو يتغير مع المريض أعراضه أيضاً الأكل في بعض الأكلات تهيج القولون تسبب أعراض القولون العصبي بعض الأكلات لا فهذا يعني باختصار أعراض القولون العصبي كل مريض لما ي دائماً نشرح لأن القولون العصبي مرض عشان يعرف أن هذا شيء موجود مو بس شيء في باله أنه طول حياته كان هذا فجأة أخيراً درى أنه فيه شيء وارتاح أنه لقال له سبب أغلب الناس يقول دكتور أنا فيه شيء اللي خاف منه أكثر شيء المريض هو والسرطان نعم فدائماً يسأل هل دكتور راح يحتاج تحاليل راح يحتاج أنه يسوي مناظر أغلب المرضى لا لا يحتاج المناظر طبعاً قبل ما نقول لا ما نحتاج المناظر لازم نسأل المرضى هل فيه أعراض معينة أو مثل ما سميها ساينز اللي هي رد فلاكز اللي هي أعراض تحذيرية هل إن المريض عنده شي ثاني غير القولون العصبي فمثل هذا الإعراض اللي نسألها إنه مثلا الخروج فيه دم البراز مثلا اللون أسود نزول في الوزن المفاجئ يعني غير العادة فقدان الشهية ترجيع بشكل مستمر أيضاً مع الترجيع هل صاحبة دم على القولون العصبي يعني أنت من خبرتك في عمر معين ببلش فيه أكثر من غيره يعني فيه ناس معرضين أكثر فيه أولاد عندهم مثلا بعمر المراهقة فيه أعمار معين أكثر كاتجوري أكثر من غيره طبعاً للأسف مرض العصبي يحوش جميع الأعمار في الماضي كان الناس يقولون لا فئة المراهقين هي التي تحوشها أو العمرية الثلاثينية التي تكون فيها كبير لا بالعكس أغلب المرضى اليون خاصة الكبار السن الذي يكون وصل سن التقاعد وخلاص يعني ما عنده شي يضيع فيه وقته فأغلب شي يكون حزتها يبدأ يفكر فيه أعراض يعني يرجع البيت إنما يكون عنده شي يبلش انتفاخات يغازات أول كان فيه دوام يتحرك يروح يرجع يحين بس قاعد في البيت ما يسوي شيء فبالعكس كان الماضي يعني الناس عبالها بس الفئة العمري الصغيرة لا أيضا الكبار أيضا فيه فئة الصغار تحوشهم شلو النسبة الطبية دكتور تقريبا عشر العشرين بالمئة من مجتمعنا عند القلون عصبي والله نسبة كبيرة كبيرة هي صغيرة دكتور براجعك على موضوع المعدة وانت قلت قلون عصبي والحارج المعدة واني قادر أنام عندي حرقة بالمعدة شنو أسبابها وشن متفادة الأمور هذه طبعا ارتجاع المري أسبابه يعني المريض لازم يعرف شنو ارتجاع أساسا وهل هو بس الحموضة ولا شنو الارتجاع طبعا ينقسم المرض إلى نوعين حموضة وارتجاع من اسمه الحموضة أن المريض يحس أنه مثل إحساس حار في راس المعدة أو في المري أنه هذا يسميه الحموضة وأيضا المريض ممكن يكون عنده ارتجاع الارتجاع هو يحس أن الأكل قاعد يصعد في المري أو أنه يوصل ليبا العومة بعدين يرجع ينزل المرأة ثانية فهنا الارتجاع بعض المرضى يكون عندهم أثنين هذا طبعا الناس أغلبهم عبالهم أنه الدكتور عندي فتاق في المعدة فتاق المعدة يعني هل أن الصمام والمعدة يكون واسع لا بس هو يكون سبب من أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتجاع المريء ارتجاع المريء أنا كلما أشرح المرضى أقول لهم أن الله لم يخلق نعطي أنه صمام هذا الصمام يسكر راس المعدة يمنع أن الحمض المعدة تفرزة عشان تحلل الأكل أنه يرتجع إلى المريء لأن المريء جدارة غير مهيئة أنه يستقبل أحمال المعدة بالضبط فلازم هذا الصمام يتسكر عوامل وائد تخلي هذا الصمام مفتوح وأغلب المرضى الليون عندهم تقريبا ثلاثة أو أربع عوامل منها نذكرها هي التدخين وهو أسوأ سبب لارتجاع أو الحموضة التدخين التدخين والشيشة بالضبط التدخين هو الشيشة والسيجار كل نوع التدخين تدخين سواء كانت وحدة أو باكيت أو ثلاثة نشوف وائد أنا من الشباب الدوانية يحلب حبة الزانتك ويأخذ 300 ميلي جرام باليوم يأخذ مرة بالنهار مرة بالليل هل لها أعراض جانبية كثرتها ومدة يأخذها المريض مثلا في ناس أنا عارفهم عشر سنين والله أنا واحد منهم صال لي سبع سنين أخذ الزانتك بعد الأكل أو قبل الأكل بنص ساعة هل لها أعراض جانبية الفترة الطويلة التي تأخذ فيها الزانتك طبعا الزانتك هو أحد العلاجات البسيطة التي تكون حق الارتجاع بعض المرضى يأخذها يرتاح عليها فترة معينة لكن الغرض منها أنها لا تكون بشكل مستمر خاصة الزانتك أو الفئة المعينة من الانتهيستامين هذا المفوض المريض لا يأخذها بشكل مستمر لأنها أعراض جانبية خاصة في فئة الرجال يمكن تؤدي الانتهيستامين فنغير المريض على يسميه مصبطات البروتون اللي هي مثل تسامع فيهم لوزك أو نيكسيا البروتون طبعا نعم فهذه طبعا أكثر فعالية حق علاج الحموضة ليش شنو وظيفتها الحبة أن الخلايا التي تكون في المعدة التي تفرز الحم هذه الأدوية استبطة من اسمها مصبطات فما تفرز المعدة الحمض فبالتالي يؤدي إلى تقليل نسبة الحموضة في المعدة وأيضا لما يكون الارتجاع ما يكون يسبب التهيجات في المري وبالتالي الأعراض تختفي يعني أيلك أسوي منظار دكتور وعدل مشاكلي الزي فالتحي سألك السؤال المهم هل إذا أنا عندي ارتجاع أحتاج أسوي منظار هذا السؤال جدا مهم كل المرضيون دكتور هل أنا مثلا دكتور أحتاج أسوي منظار هل أنا دكتور عندي سرطان هني نسأل لأسئلة المهمة النفس الذي ذكررها من شوية حق القولون العصبي هل أنت عندك ارتجاع يؤدي إلى استفراغ بشكل يومي اللوع والترجيع بشكل يومي هل في دم طبعا الخروج هل لون أسود آلام شديدة في البطن هل في أحد في العائلة عنده تاريخ مرضي لسرطان المريء أو المعدة أيضا نزول مفاجئ في الوزن كل هذه الأسئلة إذا هي موجودة حزتها أقول لك أنسوي المنظار طبعا إذا أنت أكبر من 50 سنة لازم نسوي منظار المعدة هذه مهمة جدا لأن إذا المريض عنده ارتجاع بشكل مزمن ممكن الارتجاع مع الوقت يؤدي إلى التهابات في عنغ المريء التهابات عنغ المريء ممكن تؤدي مع الوقت قريبا إلى 15 سنة أو أكثر إذا أنت عندك ارتجاع مريء ينصح لنحن نسوي منظار لماذا؟ عشان نشوف تغير خلايا جدار المريء ما يسمى البارت طيب في حل للموضوع هذا حل شنو السحر الحل مثل حل جراحي في الناس يقولوا في حل جراحي لإذا سيفير بالحجاب الحاجز طبعا لا ننتقل لمرحلة العملية إلا لما المريض يكون خلص جميع المراحل العلاجية المراحل العلاجية تبدأ خطوات الخطوة الأولى تغيير نمط حياة الإنسان يبتعد عن جميع المسببات ثانيا أقول المريض يكون مثلا وزنه زايد وزن يقول أن الوزن دهن وكليسترول يسبب القلب بالعكس هو يسبب الارتجاع لأن الوزن الزايد مثل الوزن قاعد على بطن المريض 24 ساعة يضغط على بطن مما يسبب أن الأكل في تجويف البطن يخرج فهذا الوزن طبعا الرياضة مهمة جدا حتى لو الإنسان كان ضعيف الرياضة مهمة لأن الأكل بدلا يقعد ثلاث أربعة ساعات في المعدة لكي يسبب تهيجات في المعدة ينزل أسرع إلى الأمعاء وينتصى الجسد طيب دكتور بما أنه نحكي عن المعدة في مرضى يأتي يقول لك يحسوا بالشعور بسرعة بالتخمة يقول لك كأنه ماك الخروف لو كان ما بعرف ماك الخروف أو ماك الكمية الصغيرة في عن جد أنه في ناس يشعروا بالتخمة أكثر من غير العمليات واللي يسويين أي شيء الإنسان الطبيعي يمنح الطبيعية العادية ما سبب الشعور بالتخمة بسرعة أكثر من غيره طبعا هذه الأعراض تتواجد فيه أيضا القرون العصبي وأيضا الاغتجاع أو الحموضة لأن ما يكون الأكل أو يقعد في البطن يحتاج الجسم يفرز الحمو لأن هذا شيء الجسم أخذه لازم يهضم فإذا كانت في التهابات موجودة في المعدة أو في عنق المري تؤدي إلى إفرازات الحموضة الحموضة الزايدة تؤدي إلى التهابات الزيادة في هذه الأماكن المتهيجة فالإنسان يحس أن لا لقمتين ثلاثة لا يستطيع أكل زيادة صح لأن المعدة لا يستطيع تستغبل أكثر من هذا لأن الحموض يهيج زيادة وزيادة فهنا يجب نرى المريض ما هو أسبابه هل عنده قرحة في المعدة هل عنده ارتجاع المري هل هو قولون عصبي فنعالجها بالتالي نعم فبالنسبة حق الارتجاع نحن ما ذكرنا علاجاته فأنت قلت هل يحتاج العملية لا كأدوية نروح مثبتات البروتون وبعدها العملية حسب كل مريض إذا ما استجاب حق الأدوية فترة زمنية أو أن بالرغم من الأدوية والجرع العالي من الأدوية حزتنا إلى التدخل الجراحي خلاص أنا أعيلك لسبوع اليايا ونحاول نضبط مشاكلي وفي الحلقة اليايا لما نسجلها سأتكلم هل نفعل علاج وإذا لا نفعل العلاج حبيبي دكتور نزين دكتور ما أسباب قرحة المعدة وماذا يتم تشخيص القرحة حتى تكلمنا عن الارتجاع المريء تكلمنا عن القلون العصبي ماذا تشخص قرحة المعدة قرحة المعدة أنت ذكرت عدة أعراض لها مثل ما أكل أحس أني بسرعة شبعت بعض الأعراض الثانية المريض التي لا يدري عنها هي الآلام المستمرة التي فيه في المعدة التي لا تجعل المريض يستطيع ينام وهو يعان الألم يكون جدا شديد فهنا نفكر في قرحة المعدة الأعراض الثانية تكون تغير في البراز البراز يتغير لون يصير أسود أو أحمر لأنه مع الوقت قرحة المعدة تنزف وتعدي إلى نزيف فقر الدم فقر الدم المريض يكون بدلا لا يمكن يمشي كيلة أو الكيلوان طبيعيا لا يمكن يكمل لأنه يحوش ضيقة ضيقة وضيقة في النفس فهذه كلها أعراض القرحة طيب وعلى أعراض القرحة بيقلك مريض كحة الدم هل هذا مؤشر أنه ضغري نجري منظر لمعدي طبعا مهم جدا لما المريض يحق الدكتور الدكتور يعرف بالضبط شن المريض الذي يعيشتك منه لأنه كحة الدم غير ترجيع الدم فهنا يجب المريض الدكتور والمريض يعرف بالضبط منه يراجع لأنه كحة الدم ممكن تكون تسببت ارتجاع المريض في حالات بسيطة بس أساسا تكون تسببت الجهاز التنفسي ولكن ترجيع الدم وهو الأهم فهنا يجب المريض لما يرجع دم يراجع بشكل فوري إلى دكتور جهاز الهضمي لأنه سيحتاج منظار يعطيك العافية دكتور ونطلع تقرير مشاهدين عن منظار القولون وراجعين لكم ويدناس تتسائل شنو منظار القولون وشون يسوي وليش يسوي بالنسبة منظار القولون هو عبارة عن مثل تيوب مثل ما تشايفين اتشذي يتراوح طولة يفرق بين منظار المعدة ومنظار القولون طبعا منظار القولون أطول منظار المعدة أكثر حسب طبعا الجهاز الهضمي مثل ما تعرفين منظار القولون يتكون من مكان المسكة الإيد وفي شي نسميهم الويلز اللي نتحكم فيهم عن طريقهم المنظار حركته فوق تحت ويساروا يمين ونزين ليش نسوي منظار القولون منظار القولون يعتبر أحد أهم الأدوات اللي استخدمها دكتور الجهاز الهضمي في تشخيص الأمراض وأيضا علاج بعض الأمراض مثال مريض عنده نزيف في القولون بعض التحاليل أثبتت أنه عنده مثلا فاغر دم والمريض أعراض تشتكينا نزيف قولون فراح نحتاج نسوي له منظار القولون ليش لأنه لازم نطالع ندش ونشوف عدة أمراض ممكن تسبب نزيف القولون منها الورمات منها التهاب القولون التقرحي أو الكرونز وكل هذه الشغلات نحن نقدر نشوفها بالمنظار وأيضا ناخذ منها عينات مثل ما تشايفين في الصورة حاليا نقع نسوي منظار للقولون حق المريض طبعا لازم يكون قولون التحضير نظيف عشان نقدر نشوف جميع أنحاء القولون نشوف الجدار مالك نعلق عليه ونشوف هل فيه حمرار فيه التهاب وطبعا الأهم من هذا نشوف إذا فيه لحميات أو لا قدر الله فيه سرطان طبعا إذا لقينا لحمية وإحنا قاعدين نسوي المنظار طبعا نحن نشيلها لأن اللحميات هي بداية السرطان فهذه ميزة المنظار وذلك إحنا ليش نقول لازم يسوي عمل الفحص المبكر لسرطان القولون عن طريق المنظار لأن سرطان القولون يبدأ بدايته مثل اللحمية الصغيرة يعني لأنها مشروما صغيرة وفي هذه الحالة نقدر نشيلها ونستقصلها تماما عن طريق المنظار أما بالنسبة طبعا في المراحل المتقدمة إذا صارت لقدر الله سرطان حزت إحنا ما نقدر نشيلها بالمنظار ولكن وقتها نقوم نحول المريض إلى دكتور الجراح للطبيب المختص بعد أخذ العينات عن طريق المنظار واجهين معاكم مشاهدينا مع دكتور عبدالله الناصر دكتور بالتقرير تكلمت عن أورام القولون ممكن تشرح لنا أكثر عن أورام القولون طبعا أورام القولون هي تكون موجودة عن طريق تغير الخلايا يعني مع الوقت المنسان لما يكبر خلايا القولون تتغير وتبدأ تتغير سطح القولون التجويف الخارجي الداخلي يتغير مثل ما أنا قلت في التغرير أنه يبدأ يصير لحمية نعم عندنا باللغة العامية لحمية بس هو يشكلها بالصد ما هي مشرومة إذا تخيلنا هذا سطح القولون يبدأ يتغير شكلها ويصير مثل المشرومة نمو نمو للخلايا نعم طبعا الخلايا هذه بعضها يكون حميدة المنظار القولون نحن نشوف هذه الشغلات إذا كانت صغيرة نشيلها طبعا لكن إذا كانت كبيرة نأخذ منها عينات وبعد العينات نقرر هل هي تحتاج تدخل جراحي أو أنه أيضا نشيلها منظار ثاني على حسب نوع الخلايا نعم يعني المنظار الدكتور لا يبين لك إذا هي خلايا حميدة أو خبيثة لا لا يبين لكن في بعض الأحيان عندما ندخل يكون شكلها واضح للدكتور أن هذا تكون مثلا ورماء سرطانية نعم طيب دكتور ترك لي دكتور يوسف السؤال لي مش حلو شو هي أكتر أسباب انتشار مرض لا سمح الله سرطان القولون وقمي شائع بالكويت طبعا هو سرطان القولون يعني أحد من أعلى سعر أسف سرطان القولون هو أكثر سرطان يحوش الجهاز الهضمن أكثر سرطان يحوش الجهاز الهضمن هو سرطان القولون سرطان القولون السرطانات اللي ممكن علاجها إذا تشخص في بداياته والمريض ممكن أنه يشفى منه تماما ونسبة حياته تكون حياة طبيعية مغارنة بالناس الثانين بالنسبة لسرطان القولون أسبابه وايد فأكبر سبب وهو العمر كما يتقدم عمر الإنسان تزيد نسبة احتمال لصابة بسرطان القولون يعني عمره معين كتوف بالنسبة حق السرطانات أغلب السرطانات تبدأ على العمر الخمسين أغلب السرطانات تبدأ على العمر الخمسين ولكن بالنسبة حق السرطان القولون في بعض الناس تبدأ في سن أصغر مثل بعض الأمراض الوراثية تسبب أن تكون هذه اللحميات في سن أصغر وتتحول هذه الخلايا إلى خلايا سرطانية ففي بعض الحالات أن هذه الفئة من الناس تحتاج أن متابعة مستمرة وفي بعض الحالات ممكن أن يستأصل القولون تماما في سن صغير أسباب الثانية التي ممكن تسبب السرطان هي مثل التهاب القولون تقرحي أو الكرونز هذه الناس معرضة زيادة الأصابة لسرطان القولون مقارنة بالناس العادية في المجتمع مثل ما ذكرنا الأمراض الوراثية التدخين أيضا عامل أساسي في سرطان القولون وأيضا السمنة الناس أيضا ما كانت تدري أن السمنة عامل أساسي في السرطانات ولكن الحين دراسات الحديثة أثبتت أن السمنة تزيد الإصابة بسرطان القولون تقريبا 14% زيادة عن الناس العادية التي يكون وزنها طبيعي هل هناك فعوصات دورية نتبعها بعد عمر معين لكي الكشف المبكر لهذه الأمراض أو السرطانات؟ طبعا الجمعيات الطبية المالة الجهاز الهضمي تنصح أن المريض العادي الذي يسمونه الـ average risk الذي لا يكون عنده أي تاريخ مرضي في العائلة أو أي أحد في العائلة عنده سرطان القولون أو هو نفس المريض ما عنده أمراض مثل ما قلنا التهاب القولون التخروحي أو الكرونز تبدأ في حوصات القولون على العمر خمسين سنة بعد المنظار نقرر الرجال ونساء بالضبط الرجال ونساء وبعد المنظار الأولي نقرر مثل المريض يحتاج ينعاد للمنظار الثاني فرضا أنه سوينا المنظار وما لقينا لحميات أو لقينا شيء ينعاد المنظار بعد عشر سنوات نعم فرضا لقينا لحميات على حسب نوع اللحمية حجمها أو الخلايا وعددها أيضا حزتها نقرر متى يحتاج المنظار الثاني سواء خمس سنوات أو ثلاث سنوات يعني الآن كل شخص متقاعد أو غير متقاعد وعمر الخمسين مفروض أنه مسوي لها على أقل مرة واحدة فحص للقولون بالضبط فدائما نحن كل مرضى يعني اليوني لازم أكد عليهم الفحص المبكر سرطان الغولون للأسف نحن واحد ناس تتجنب سرطان الغولون لأنه يخافون عبالهم أن منظار الغولون مؤلم ولكنه للأسف ما فيه ألم نهائيا والمريض المي يأخذ المخدر وينام طيب إذا قال لك أنا مستحيل أسوي قولون ماشي في فحص ثاني في فحصات ثانية بس هي أقل دقة مقارنتهم بالمنظار القولون في مثلا منظار القولون يتم عن 3D يعني بس لازم المريض يأخذ تحضير منظار القولون أيضا وبعدها يروح يدخل في مثل الأشعة المقطعية ونسوي لها ودكتور الأشعة يركب القولون ماله ويشوف بس إذا لقينا شيء المريض للأسف رح يضطر أنه يرجع إلى القولون فإحنا دائما نفضل نقول أنه نسوي منظار القولون لأنه أسهل أسهل حق المريض وبدأ المريض يروح خقوتين وبدأ يروح يسوي فحص وبعدها يرجع مرطاني حق يسوي منظار القولون فمرة واحدة يسوي منظار القولون وطبعا مثل أي شيء الوقاية خير من العلاج والفعوصات المبكرة روايد مهمة عشان شديد دائما ننصح مشاهديننا كلهم وصلت عمره الخمسين رح تسوي منظار القولون عندك أعراض جانبية وعندك أحد من أهلك في أمراض سرطانات بالقولون تسويها بعمر مبكر على حسب اختيار الدكتور بالنسبة حق هذه الفئة الناس تقريبا إذا في أحد عنده في العائلة من الدرجة الأولى عندها سرطان قولون هذا المريض أهله من الدرجة الأولى يحتاجون يسوي منظار عشر سنوات أصغر من عمر الإنسان هذا اللي حاشه سرطان ففرضا كان هذا الشخص اللي حاشه سرطان على عمر الخمسة وخمسين الأفراد العائلة لازم يبدون على عمر الخمسة واربيعين بس لأنه بس نحكي عن سرطان قولون غير كل الجسم نحن نحن نحكي عن النساء ورجال نفس الشيء فعلى عمر خمسة وخمسين لا سمح الله أنه في الأب مصاب بسرطان قولون الأولاد لازم يسويه على عمر الخمسين أو أبل الأولاد الأولاد أو البنات يعني نفس الشيء مثل ما ذكرنا أنه لا يوجد فرق بين النساء والرجال في سرطان القولون على حسب المريض إذا مثلا الشخص اللي حاش السرطان إذا كان أقل من ستين سنة حزتها أفراد العائلة لازم يبلشون يسمون الفحصات الدورية للكلونوسكابي عشر سنين أقل أو في عمر الأربعين فرضاً إذا المريض ما وصل عمر الأربعين يسويها قبلها بعشر سنين من الإنسان اللي حاش اللي بالعائلة حاش بالضبط شلو الأعراض اللي واحد إذا حس فيها يخاف أو لازم يروحها قل الدكتور بخصوص سرطان القولون حلو سرطان القولون يعني إذا بدأ كبداية بسيطة يعني ما تضخم أو انتشر أغلب المرضى ما يكون عندهم أعراض الأسف نعم بس أغلب الأعراض اللي إنا رح نذكرها تكون موجودة في تغريبا غالبية المرضى وهي تغير لون البراز اللي هو يكون فيه نزيف لأن لأن سرطان القولون أو اللحمية إذا كانت كبيرة السطح الخارج لها ينزف فأول شيء إذا المريض لاحظ تغير على برازة صار فيه دم لازم يسوي منظار القولون دم أو أسود أو أسود الأسود دائما نحن نقول أنه يكون نزيف من الجزء العلوي للجهاز الهضمي ولكن نتكلم ونشدد عليه اللون الأحمر طبعا العراض الثانية التي تكون تصاحب السرطانات بشكل عام وأيضا منها سرطان القولون وهي نزول الوزن المفاجئ ألام البطن الشديدة بالنسبة سرطان القولون إذا تطور الوضع يحوش المريض يمساك يعني ما يخرج صار لي مثلا يوميا يعني صار أسبوع أو أسبوعين إنه ما في خروج ما قاعد يطلع ليش لأن حزتها يفكر إنه سرطان نفسه سكر مجرى القولون في البراز ما يمشي فسكر عنده دكتور بس لا نوضح في ناس طلبوا مني أسألك هذا السؤال إنه نحن لما نحكي عن السرطان لا سمح الله قدي البواسير شائعة نعم ما عليش على التشبيه كثير شائعة البواسير وسواء الشرخ هل هي بتأثر بأنه بتزيد نسبة السرطان ولا ما لعلاقة نهائيا بس عشان يرتاح طبعا البواسير أو الشرخ ما لعلاقة بسرطان نهائيا ما في بينهم يعني إذا أنا عندي بواسير هل راح تزيد نسبة الإصابة بسرطان لا لا بس هنا لازم أن المريض يكون عارف أن أعراضه أن نشاف أو نكشف عليه وهذا سبب النزيف وهو فعلا سواء بواسير أو أنه شرخ وما يكون فيه شيء ثاني الفئة الصغيرة من المرضى أغلبها ما نفكر بسرطان الغلون بس أنه يقول أنا لأ خلاص عندي بواسير وأروح كالدكتور مثلا في المستوصف أو شيء وشخصة قال أنه بواسير خلاص انساها في كم المريض ينزف لكننا لازم نفكر أن أشياء ثانية ممكن تكون في الغلون هي التي تكون سبب النزيف في الغلون مثل الكرونز أو التهاب الغلون التفرحي في بعض المرضى يحتاج ممكن يراجع أن الدكتور الجهاز الهضمي يسوي لفحوصات ثانية وممكن أيضا منظار لتأكد ويرتاح المريض أن هذه الأعراض تكون بسبب البواسير أو الشرخ حتى في حضرتك إذا فيه بواسير داخلية ستشخصهم بالمنظار ورح تسهل عليه التشخيص بالضبط دكتور تكلمت عن الكرونز هل هو مرض وراثي ويلتزم مع العائلة أو لا؟ طبعا مرض الكرونز هو مرض مناعي سواء الكرونز أو التهاب الغلون التفرحي هذا مرض مناعي يحوش الإنسان غالبية يكون عن طريق الوراثة بس نحن حتى الآن الدراسات ما أثبتت شنو سبب الكرونز أو التهاب الغلون التفرحي بس حاليا نحن نحن لاحظة في الكويت أيضا في بعض العوائل يصيبها هذا المرض يعني أول ما يلي المريض تشوف العائلة ومن الأعراض خلاص إن شخصة لأن هذا يكون مرض تقريبا وراثي بس كسبب أساسي هل هو الجينات لاحن ما أحد يدري نعم كرونز مثل ما قلت أنت نوهت أنه ممكن يتحول لمرض سرطاني أو سرطان القولون وهل هذه نسبة كبيرة أو سبب يكون مسبب لسرطان القولون أنا بس بوضح حق الناس أنه لا الكرونز أو التهاب القولون التقرحي ما مو ما العلاقة بالسرطان سرطان القولون ولكن بطريقة غير مباشرة شلون يعني يعني إذا كان عندك التهاب مزمن في جدار القولون بسبب التهاب القولون التقرحي أو الكرونز الالتهاب المزمن إذا أنت ما عالجته الخلايا هذه تتغير مع الوقت فصير أنت معرض للأصابة بسرطان القولون أكثر من الناس العادية لكي تجد لازم مريض التهاب القولون التقرحي أو الكرونز اللي يكون عنده إصابة في القولون لازم يسوي المناظر بشكل دوري تقريبا كل سنة أو سنتين بعد ثمان سنوات من تشخيصك كل سنة أو سنتين يفرق عن الإنسان العادي هذا لأنه يكون نسبة إصابة سرطان القولون عنده أعلى من الناس العادية رح نرجع من القولون على المعدة وعلى كثير شيء أقولها جرثومة المعدة دكتور أنا عندي جرثومة المعدة شو الفحص اللي يجب سوي شو شو هي جرثومة المعدة جرثومة المعدة هي عبارة عن التهاب بكتيري مثل حال أي بكتيريا ثانية ولكن هذه البكتيريا تحب أن تقعد في المعدة تحارب جدار المعدة وتحارب الأحماض الموجودة وتغلف نفسها بطريقة أنها لا تؤديها الأحماض المعدة لأننا مثلا لا نعرف أن الأحماض المعدة المعدة تغريبا تذوب أي شيء إلا هذه البكتيريا إن شاء الله عليها وايذ ذكية وعرفت مع الوقت أنه شون تتأقلم وتقعد في هل كلنا مصابين فيها؟ تغريبا نسبة إصابة جرثومة المعدة عالية جدا تغريبا 50% في العالم كلها الناس مصابين جرثومة المعدة يعني من بين كل شخصين يوجد شخص يوجد جرثومة المعدة احتمال أنت احتمال كبير لكن أنا فعلت فحوصات جرثومة المعدة وقالوا لي ما فيه وفي مشاكل ثانية قالوا لي جرثومة المعدة أو مشاكل بالدودة الشريطية كذا شغل تكلموا عنها صراحة لم أكن منتبه مع الدكتور هذه كانت قبل 10 سنين لم أكن بالدراسة بعدها التزمت مع زانتك ويسأل يوم أخذ زانتك يوم أخذ زانتك بس رح نطلع الحين حوارنا عن جرثومة المعدة والمشاكل اللي يعني السرطانات وهذا قلنتكلم عن بالونة المعدة دكتور هل هو الحل أمثل للسمنة أم لا طبعا هذا السؤال جدا شائع هل أن أنا دكتور أسوي بالونة عشان لا لا آكل دكتور في صورة الهوى على الموجودة فإذا تشوفها عن بالونة المعدة هذا عاد بكرة هذه البالونة هي واحدة من أنواع البالونات المتوفرة في السوق حاليا ونحن نقدر نحطها حق المريض على حسب رغبته طبعا كل مريض يفرق عن الثاني في مريض وزنه وحجمه غير عن الثاني طبعا الإنسان اللي سمنا أنواع طبعا في سمنا مفرطة في النوع الأول في النوع الثاني كل مريض وحجمه شو البي ام اي اللي هو بيسمح بإجراء البالونة المعدة لأسف الشديد إنه وايد ناس يريدنا يبون أن يسوون البالونة حتى أهم وليه حين هم مضعاف نعم فطبعا هننصح أن البالونة المعدة تتركب على اللي هو يسمونها كتلة الجسم فوق الخمسة وعشرين فهني شون نحسبها عن طريقة الوزن والطول فلازم كل مريض يراجع دكتوراه عشان يعرف نوع البالونة المناسبة له لأنه فيه أنواع وائد من البالونات فيه بالونة اللي يسمونها الكابسولة وفيه البالونة اللي تنحط عن طريق المنظر الكابسولة يتم هي عبارة عن كابسولة يتم بلعها لأن المريض يأخذ أشعة معينة وبعدين تنتفخ البالونة بالسوائل وخلاص ويروح أما البالونة الثانية مثل ما انتشفتوها هاي تطلع على حالة فيه أنواع فيه نوع اللي تتحلل نعم نحكي عنا هلأ شو فيه نوعين منها هذه الكابسولة فيه منها نوعين أوكي فيه النوع الأول اللي تنحط أيضا تنبلع وتنتفخ عن طريق الهواء وبعدين لازم تنشال عن طريق المنظر البالونة الثانية تنحط وتنتفخ بسائل وبعدين تطلع هي بروحها بعد أربعة أشهر هذه تتحلل هي بروحها وبعدين هي تطلع فيه البالونة الثانية مثلا تشفتوها هذه تنحط عن طريق المنظر وأيضا تنشال شيلتها عن طريق المنظر فينا نقول عفوا أكثر شيء سيف لهلأ بالبالونات المنتشرة هي اللي بتنحط عن طريق المنظر وبتنشال عن طريقه والله طبعا للأسف كل البالونة لها سايد افكت وكل البالونة حاليا يعني هنا مثلا ما لقعنا نشوف وايد قاعد نسمع عن أنه مثلا ينسد مجرى الأمعاء مع بعض البالونات اللي هي ما تنتحل المفروض تطلع فما تطلع بعض البالونات الثانية اللي هي المفروض أيضا تنشال بالمنظار في بعض الأوقات الجدار بالبالوناة ما ينفش حتى يديش الدكتور يحاول يخرمها ما تنخرم في بعض الأوقات أنه Holland قاعدة بشكل مستمر في المعدة تسبب تهيج والتهابات في جدار المعدة وأيضا ممكن تسبب ثق في المعدة فما كو شيء سيف في شيء البلونات هي مفوضة الله ما خلقها تكون في المعدة فإحنا عارفين أنها شيء جسم غريب موجود في معدتنا فممكن يسبب أعراض جانبية دكتور هل مرت عليك حالات أنا عندي واحد من الشباب سول بعلانة المعدة وبعت فترة معينة زاد وزنة ثمانية كيلو ما نزل وزنة ما شكلتها ما شكلتك فهي يكون عادة يا أن المريض نفسه أعرف تغير حياته قال أنا والله عندي بلونا فخلاص خنفتح وأكل يتوقع أنه ممكن ينزل أو شيء الثاني أن البلونات فقدت فعاليتها مع المريض أو أن تكون الشيء الاحتمال الثالث أن معدت المريض نفسه هي كبيرة يعني سواء البلونات حطيتها ما تكفت تذكر المعدة التي هي كبيرة الظاهر كان صاحبي هذا عنده تحدي قال بركب بلونات و أزيد وزني ما رح أنزل وزني إن شاء الله عليها دكتور عندك نصيحة أخيرة تقولها المشاهدين ما طبعا النصيحة اللي دائما نقولها حق المرضى نمط الحياة هو أساسا يعني علاج جميع الأمراض الجهاز الهضمي تغريبا نمط الحياة اللي هو نغير حياتنا أكلنا عادات السيئة اللي هي التدخين أو الكحوليات وأيضا ممارسة الرياضة شيء ضروري جدا 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 شكرا دكتور عبدالله الناصر لأنك كنت معنا اليوم كانت حلقة شيقة كتير هاي الكلمة مسروقة وتصبحوا على خير مشاهدين الكرام إن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة يعطيك العافية دكتور عبدالله ونشوفكم إن شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر